زيزو النهاردة عمل مباراة كبيرة جداً هجمياً ودفعين هو يعني الفريق كله صراحة وزيزو طبعاً بقال له فترة يعني تكون شوية يتصاب ويرجع ويتصاب ويرجع بس أنا عجبني أن أنت في أول البرنامج قلت أن بقال له ثلاث سنين مستوى سيبت العقلية بتاعته عقلية احترافية بيفكر كويس جداً حتى لو مستوى قال شوية بيرجع تاني بسرعة ما بيخد شوية تطويل فديت حاجة كويسة يعني نوعية لعيب مختلف على اللعيبة اللي موجودة كنت أتكلم مع كابتن فاروق جعفر دلوقتي عن شكبالة ودخل بعد كده دكتور حسن المندوه قال إن شكبالة بيلعب دور القائد دلوقتي بيهض مع اللعيبة بعض الناس لامت شكبالة بعد مباراة الزهاب شايف التعامل إزاي يبقى مع شكبالة وشكبالة إزاي يتعامل مع الفريق الفترة اللي جاي والله أنا شايف شكبالة اتغير كتير جداً عما كنت أنا موجود في ندل زمالك وأنا بلعب معي يعني اتغير كتير جداً لو شكبالة العقلية دي لما كان موجود وأنا موجود وبلعب في ندل زمالك يعني كانت 2009 أو 2010 كده لأ شكبالة كان ممكن يروح في حتة تانية خالص لأن شكبالة طيب جداً عاطفي سعاد بيه اللي حواليه بيخليه يمفعل وكده فلا أنا شكبالة بقول بتمنى نحن هو يبضل كده ويبقى مساند لعب ملعبش يبقى هو المساند هو القائد بتاعهم لغاية ما ربنا يكرمه وياخد بطولة كويسة ويفكر يعني أنا نفسي ما يعتزلش صراحة يعني لأنه لما بتبعد لما أنت بتبعد عن الملعب بتحس أن الموضوع بيبقى صعب تفاهم بس هو يلعب أنا عايزه يلعب في ندل زمالك هو يلعب لأنه عنده السرعة والقوة والمهارة لغاية دلوقتي أنا حاس أنه مختلفش عنه لما كنت بلعب معي آه اللي هو ما تغيق يعني حتى ما تقدم العمر ما فيش أنا مش حاسس بالأمور دي طب لو أنت مدرب لنادي الزمالك تبدأ بشكبالة أساسي ولا تستخدمه في أوقات أخيرة في النبارة يعني استخدمه في أوقات معينة ولعبه فيه متشاط أنزله فيها وفيه أوقات متشاط كبيرة أنزله يعني من الشود التاني كده على طول عواد النهاردة عمل مباراة كبيرة واصلت مطالبات كثيرة أنه الزمالك محتاج حراس مرمى وعواده صبح يمشي ويبقى في حراس جداد عواده عمل مباراة كبيرة نهاردة وبقاله فترة ماشي بشكل معقول يعني رأيك إيه؟ لا يعني صراع عجبني يعني أنا عجبني المباراة دي بزاك كمان عجبني أن الناس بتنتقدوا ورد على الناس رد علينا يعني أنا بنتقدوا لأنه ما فيش حد على يعني يعني عارف أنت لازم كل الناس ننتقدها إنت عملت مطش كويس هقول لك أنت كويس عملت مطش وحش هقول لك أنت وحش لا هو ماشاء الله عمل النهاردة أداء كويس في كورتين كان هيخش جنين في نادي الزمالك أو صدها فديات كانت يعني عارف أنت برضه عملت خلت الأداء يبقى كده أنه أنت مخشش في الجول فلا هو ماشاء الله الفترة اللي فاتت الناس كلها بتتكلم عنه وحش الناس كلها بتنتقدوا وهو ساكت لغاية ما أدى أداء كويس وبتمنى أنه يستمر على الأداء دول طيب النهاردة الزمالك وصلت فرحة وسلسية والأمور حلوة ومشى كويس وصل فاينال مصطفى شلبي راح احتفل بطريقة ما وأنا قلت في المقدمة لو أنت سمعتني أنا مش هادر أخش في النواية يعني هو والد يكون حركة سيئة والد يكون حركة مش مقصودة وسألت الدكتور حسن المندوه وقالي هنشوف طبعا الأمر ولو فيه خطأ هنعاقب وهيبقى فيه حاجة أنا بس أسألك أنت راجل بقى أنت خبير يعني أنت رائب كبير يعني ليه اللي هيبقى بتحتفل كده يعني ليه تحتفل الاحتفال اللي هو إيه يحمل معنيين يعني لو أنا قلت مثلا دلوقتي قلت لك مصطفى شلب النهاردة عمل كارسة رسلت له تقول لي أنت دخلت في نواية طب لو قلت أنه ما عملش كارسة هيقول لي هو أنت بتطبل يعني عارف أنت بتحطنا كلنا وبتحط نفسك في مكانة مش صح هو أنا مش عارف يعني اللعيبة عايزة إيه عايزين يعني أنت بوحشين وبتلعوه فعندها كبيرة والناس كلها ما تتكلمش عنك أن أنت وحش أنت ما بتلعب كويس كل الناس بتقول أن أنت لعب كويس ما بتلعب وحش لازم كل الناس تنتقدك المشكلة هو أنت لازم تعمل لنا بإصابعك كده وتروح تعمل لنا بشفقة لمين يعني هتعمل لمين يعني هنفضل نتكلم عنك لو أنت وحش أنا أقول لك أنت وحش لما تجيب جول وتبقى لعيب كويس هنبقى فرحانة وفرحانين لك وإحنا فيما بيننا وما بينك حاجة يعني معلش أنا في حاجات مدايقاني في موضوع اللعيبة في الاحتفالات وحد يعمل حرقة كذا وده يعمل حرقة كذا انتو يعني مش فاهم يعني انتو بتنتقدوا أساسا لعيبة لعبة أو بتتكلم عليك ولعبة لعبة وعندها تاريخ كبير يعني يعني معلش أنا مجا انتقد مثلا عبد المنعم ولا مشاله بي ولا انتقد اي لعيب أنا لعبت لعبت أهل وزمالك لعبت منتخب مص خدت بطلات عند بطلات كتير قوي يعني انتو لسه يعني بالقلم والرصاص ما احترامي ليهم يعني كلهم انتو لسه بتبنوا اسمكوا ممكن حد يجي له اصابة يقعد في البيت احنا تعبنا قوي وبين ما نطلع نتكلم عنكم كويس أو وحش